كما هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المسيحين في المملكة بهذه المناسبة المجيدة وقال في تصريح صحفي إننا في الأردن وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة نشكل إنموذجا في العيش المشترك بين مختلف مكوناتنا الاجتماعية والدينية ولم نكن يوما إلا أسرة واحدة يجمعنا المصير والهدف الواحد وجميعنا ساهم في نغضة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وإعلاء شأنه ليبقى منارة مضيئة ووطن العزة والحرية والكرامة